نعم بحسب الأخبار الصادرة لغاية الآن الفريق اليوم سيتم أو سيجري مباحثات وفق فريقين من ضمن الوفد الذي يترأسه رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتح البرهان هذه الزيارة سيكون فيها خلالها لقاءين الأول برئاسة عبدالفتح البرهان وسيلتقي من خلالها معقادة دولة الإمارات على رأسهم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي للحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين وأيضا مناقشة القضايا الإقليمية المتعلقة بالشأن السوداني وإمكانية الحصول على دعم لإعادة إعمار السودان بعد الفيضانات التي حصلت مؤخرا في البلاد لكن الفريق الثاني والذي يترأسه وزير العدل السوداني أيضا هذا الفريق ستكون مهمته منخرطة في موضوع التفاوض مع فريق مكتب الإدارة الأمريكية المتواجد في أبو ظبي للتفاوض على موضوع مهم وهو موضوع رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب وأيضا مواضيع أخرى تخص الشأن السوداني أبرزها إعفاء السودان من الديون الأمريكية التي عليها وأيضا حث الدول الأخرى لإعفاء السودان من هذه الديون أيضا اشتركوا في القناة